السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سوف نقوم بحل التمريد الثالث في مدى الرياضيات لشهد التعليم المتوسط لسنة 2022 قال لك السؤال أولي تكون ثنائية 20 10 و 10 20 أيهما حل هذه الجملة؟ الجملة الأولى هي x زائد y تساوي 30 و x زائد 5 على 2 y تساوي 45 السؤال الثاني عفوا أن هنا حل الجملة الآتية x زائد y تساوي 30 و 2 x زائد 5 y تساوي 90 بدأوا مع السؤال الأول كتنثون أيه 20 10 وين نعرف وين هالx وين هالx فيهم شوف كنتروح في وسط القوس اللي يكون على اليسار هو الx واللي يكون على اليمين هو ال-x سعين؟ يعني هنا في هذه الجملة وين هالx وين هالx هذا هو ال-x وهذا هو ال-x دائما في وسط القوس اللي يكون على اليسار هو ال-x واللي يكون جاية لليمين هو ال-x سنعوض بالجملة الأولى عشرة 20 عندي جملة تعيش تقول لي تقول لي x زائد y نعوض بالجملة الأولى في بلاس اكس ندير عشرة واللي عندي عشرة في بلاس اقرق ندير عشرين سايد عشرين تساوي تلاتون في الزوجة نعوض في ال-x بعشرة واللي عشرة زائد خمسة على اثنان مضربة في ال-x ال-x حاليا اللي هي عشرون كم تساوي هذه نصيبها تساوي خمسة واربعون هذه نحسبو عشرة مع العشرين كم تساوي تساوي تلاتون يعني تلاتون تساوي تلاتون أما هنا عشرة زائد خمسة في عشرين على اثنين خمسة في عشرين اشحال تساوي مئة مئة على اثنين كم تساوي تساوي خمسون خمسون زيدوها العشرة هذه تلستون هذا يعني أن الثنائية عشر عشرون يعني لما الإكس يكون يسوي عشر والإقراء يسوي عشرون ليست حل للجملة نجرب الآن مع الثنائية الثانية اللي عندي في الثنائية الثانية هو العشرين اللي عندي عشرين والإقراء هو العشرة زائد عشرة تسوي تلاتون ويقول لي عندي عشرون زائد خمسة على اثنان في إقراء اللي يقيم التاعه عشرة تسوي خمسة وأربعون الآن عشرين مع العشرة تسوي تلاتون تسوي تلاتون عشرين زائد خمسة على تنين في عشرة خمسة في عشرة تسوي خمسين خمسين على تنين تسوي خمسة وعشرين خمسة وعشرين مع العشرين هذه تسوي خمسة وربعين ثم حسبها بالآلة حسيبة خمسة وأربعون تسوي خمسة وأربعون وبالتالي فالجملة عفوا فالثنائية الثنائية عشرون عشرة حل الجملة سؤال الثاني قال لحل الجملة الآتية إكز زائد إقرات تسوي تلاتون وتين إكز زائد خمسة إقرات تسوي تسعون ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بلي هذه الجملة شوية تشبه هذه الجملة اللي حلينها قبل قليل لأن الإكز زائد إقرات تسوي تلاتون هنا عندي إكز زائد إقرات تسوي تلاتون ولكن اللي هنا لديها تنين إكز زائد خمسة إقرات تسوي تسعون هنا عندي اكس خمسة على اتنين اقراك تسوي خمسة واربعون. ما ان شاء الله ضربوا باللي هادي الجملة باللي هادي الجملة هي نفسها هادي مضربة في اتنين. شوفوا هنا عندي اكس واثنين اكس معتها مضربة في اتنين. هنا شاء عندي خمسة على اتنين اقراك هنا عندي خمسة اقراك وندربوها في اتنين تولي اتنين في خمسة على اتنين تروحها اتنين تبقى لخمسة وتسعين بار خمسة ربعين. خمسة ربعين في اتنين هي تسعين. يعني واش نديرو? نقسم هادي جملة على اتنين. غاد نسيبو هادي. يعني نديرو بقسمة. قسم الجملة هادي اتنين. على ماذا? على العدد اتنين نجد. اش تولي عندي? تولي عندي اتنين اكس. تولي عندي اتنين اكس. عفوا. تولي عندي اتنين اكس. على اتنان. سيت خمسة على اتنان تسوي تسعون على اتنان. ان هادي الاثنان تروح مع هادي الاثنان. شا تبقى لي? تبقى لي في هذا الطرف فقط اكس. تبقى لي في هذا الطرف اكس. في هذا الطرف تبقى لي خمسة على اتنين ايجراج. وفي هذا الطرف شا تبقى لي? تسعين على تنين كمتة وتسوي خمسة واربعون. اه كيف اصبحت? هذه الجملة هي نفس هذه الجملة. يعني نقسمنا طرفين معادلة على اتنين. الان لما قسمنا هذه الجملة على اتنين وجدنا هذه الجملة. وكونا نلاحظوا في هذه الجملة اولى فيها اكس زائد ديقارو تسوي تلاتون عندي اكس زائد ديقارو تسوي تلاتون. في الزوجة عندي اتنين اكس زائد خمسة ايجراج تساوي تسعون. هناك يقسمناها على اتنين. نقسمنا طرفين معادلة على نفس العدد المعادلة تبقى محافظة على التوازن التحياني. معتها هذه هي نفسها هذه. فاذا في الجملة الزوجة تاحها هي نفسها هذه هي نفسها هذه. وهذه حل التحرم عندنا هو عشر عشرون. فنقول بان حل الجملة هو عشرون عشرة لان حلناها من قبل. اشتركوا في القناة